القادة العامة للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوية للمنطقة المركزية العسكرية والذي استمر لعدة أيام يتي هذا في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرار الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة شهد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة المركزية العسكرية والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى لواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام كلمة أكد خلالها على حرص الرجال المنطقة المركزية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة المركزية العسكرية كما ناقش عددا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهمهم وكيفية اتخاذ القرار الأمثل لمجابهة كافة المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات وطالب رجال القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها على أكمل وجه كما شارك الفريق أول عبد المجيد سقر مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية تناول وجبة الغذاء وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شاهد إحدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات كما ناقش عددا من القادة والضباط في المهام التي تم تنفيذها وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم وطبقا للموقف